السلام عليكم اعزائي سلامي سنة رابعة و ست اهلا وسهلا بكم معي من جديد اعزائي مسابعي القناة الجدد اهلا وسهلا بكم مع اخوتي شرفتوني ونوهرتوني ما تنساش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زل الاشتراك وكذاك تفعيل الجرس حتى يتلكم جديدة دروس باذن الله الفيديو اليوم احبتي حتكون اول نموذج من نماذج الفرض الاول يعني باذن الله يعني اذا توفقت الحمد لكم العديد من النماذج حتى تعرفوا طبيعة الاسئلة وكذاك تكتسبوا معلومات ومصطلحات جديدة اذا طبعوا معي راح نشوفوا هذا النص حول مدينة تلمسان فقط احبتي يعني هذه المواضيع كما راكم تشوفوا حتى لو كانوا نلقيتوها معاوضة يعني في مواقع التواصل او حتى في اليوتيوب يعني الفائدة لكم انكم تفهموا الاسئلة وقول استاذ يعني طريقتها وفي الشرح هذا هو الحدف ساحات النماذج تلمسان لا بارد ال مغرب يعني ما دينك تلمسان هي جوهرت ال مغرب تلمسان او الجوهرت ال مغرب الارب قمة لا surnوم ses habitants او ترجمه جوهرت ال مغرب الاربي ويعني مثل ما يسميها سكانها هي مدينة جميلة جدا التي تقع في الشمال الغربي للجزائر وتبعد حوالي 520 كيلو مدر على الجزائر العاصمة كما شفت الله هنا أحبتي في كتابة المقدمة بدينها يعني بتعريف مدينة المسان والموقع الجغرافي تحا كما شفت الله ومدر على الجزائر العاصمة وبفضل جمالها وتاريخها العريق يعني هي الوجهة المثالية للسياحة وحنا هنا يعني تكرنا وجهة النظر بأن مدينة المسان هي مدينة جميلة وعندها تاريخ وهي الوجهة المثالية للسياحة دبعوه، لأنها تكرنا بأمتينة جميلة جميلة تاريخ هو مدينة جميلة جميلة أيها السياحة البعيرة ثم تلمسان هي ملتقة لكل التنوع والثقافي الخاص باللباس التقليدي وكل التقليل دي فرانز افدار تلتقلل تلتقلل تحت صرف وقاللات عشق دي فاني يردد أن المخذلف في المعروفين مثل الفانين والعلماء وكذلك والعلماء يعني احتوا بسماتهم في هذا المدينة أو في هذا المدينة الساحرة Enfin, elle dispose de plus de 45 magnifiques sites naturels, touristiques et historiques comme les vieilles maisons d'El Medina qui subsistent comme musée tel que Sizi Boumediene al-Mansura ainsi que les mystérieuses grottes d'Einfeza le château d'El Mashour et aussi le fameux plateau de l'Ela Seti En fin, elle a plus de 45 magnifiques de l'Ela Seti et de l'Ela Seti ce sont des magnifiques de l'Ela Seti comme les ménages de l'Ela Seti qui se débrouillent comme l'Ela Seti Boumediene et l'Ela Seti et aussi les feux des ménages de l'Ela Seti et aussi les ménages de l'Ela Seti et la shea de l'Ela Seti et aussi les ménages de l'Ela Seti المليئة بالجمال التاريخ وبالاكتشاف هذا فيما يخص هذا النص ووصف لمدينة تلمسان هي مدينة صراحة جميلة جدا انا كان لي الشرف اني زرتها من قبل وتعرفت على بعض الاشخاص يعني الناس ها من الطيب ناس الجزائر الانتقلوا للأسئلة احبتي تبعوا معايا هاد الاسئلة يعني يحا تتكرر تقليبهم في جميع الموادع فقط سيارتها لحا تكون مختلفة نوعا ما كمприهنسان دي لكري يعني فهم النص كيف يفعل الانتقلوا في هذا النص اه يقسطيك الهسطور دي تلمسان ب يقسطيك الانتقلوا في تلمسان س يقسطيك الانتقلوا في تلمسان ادن هل هو يشرح لنا تاريخ مدينة تلمسان هل هو يحكي لنا الحياة في مدينة تلمسان او هو يدعو السائح لزيارة مدينة تلمسان يعني الحدف من هذا النص والوصف كامل لانتقلوا في تلمسان استخرج من النص موقعين من مدينة تلمسان كيما شفنا احباسي في النص تباهم هيا لدينا هنا اه بار اكزمبل اه الميزي تلك سيدي بومديان المنصورة عندنا كذلك الميستيريز جرات دين فزا هادو يعني دو سيد اذا حبثوا الضيفو كذلك لشاتو دال مشور وكذلك لفمو لطول دلالستي يعني هادو همان مواقعين سمحن تختارو موقعين منهم وتكسبوهم هنا ثانياما ريبان بار او فو اجيب بسحيح او خاتا لابي ديكريت دان لتكستي سيطو الاسد دلالجيري المدينة الموصوفة في النص تقا في شرق الجزائري سي فو ديان مدينة تلمسان سيطو او نور وست دلالجيري يعني في الشمال الغربي لالجزائر نمیرو 4 سيطو معايا هنا کمپلیت لطبلو اپاٹر دو تكست يعني حين كملو هاد الجدول انتلاقل من الناس هاد الجدول اللو شرحو في عندنا لطم حين خرجو لطم كذلك لطاز اللي يوجد ندر ان ارگمان ده حجة دو کنکتر يعني روابط اللي نستعملوهم في النص الحجاجي کی ما کناش فنا في فيديو المناجعة وفي الاخر احنا فقط اعتدار احباتي سي لكون احنا يكتبو كنکلوزيون ایدن لطم سي تلمسان مدینه تلمسان هو يتحط لنا هاد المدینه لا تاز هو قالنا بللي تلمسان او لابر دو مغرب غرب اتون تري بال فيل يعني هي مدينة جميلة هدي لا تاز ان ارگمان بار اعجزم لحي تختارو منا يعني مثلا احي بدأ دابور احنا هادا بداية الارگمان احي نبدأه بال كونكتور وينساه عند نهاية النقطة او قبل بداية يعني الارگمان اللي منو له لحنا انسويت احي جينا ان دوزي ارگمان ايدن البرمي ارگمان احي بدأ من دابور حتى هاد النقطة اما في ميقص لیدو کنیکتور موكت سعملو دابور وانسويت كدالي كعندنا انفان سيت ان كنیکتور كدالي عندنا ان CONCLUSION سيت un CONNECتور اللي سعملو لت نسمی بداية cنقل ان finalement نشوفو غال لحنا في النص عندنا تبدأ من ان CONCLUSION الى آخر الجم ولا احباتي كما شفسوا هذا كنا شفنا في لستركتور دا تكست ارغمونتاتي هادو هما الاسئلة ليس عالقوبية يعني راحين تعرفوا لتام لتازل لزارغمون لكونكتور 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 لانترودكشن ولا يعني مش راحين يخرجوا الاسئلة على هاد المواد نواصل هونه نميرو 5 غولف دو تكست استخرج من الناس الناديكتيف يعني صفة وفي هاد النصوص راح تلقاو العديد من الصفات مثلا عندنا مستيريوز وانتو ما خرجو صفات اخرى راح نشوفوها من الناس لاحضوا معي هنا في الناس لدينا كدلك بال كولتورال سيلبر مستيريوز كما تكرسيكم من قبل يعني هادو هما الصفات اللي راحين تخرجوهم من الناس Donc دو موط بتحدي استخرج من الناس الثور اخبرlanذ الموضوع لل tiene موطان نظر لكم كدلك ستخرجوا اونه اخبر الناس لسم الملا نزل راح النشوفوها في الناس يعني جوم الوزر اللي اعتبروها كمتاحف يعني إذا حبيتو يعني فقط تتخرجو هادي وإلا تكتبو الجملة كامل يعني كم les vieilles ميزان دل مدينة و تكملوها حتى يعني مثلا هنا يا صديبو مدينة أنا بتحبزوها ومباد تتصل إلى جنبнибلم الب amen للم تت介ورة كي إلى آخر الجملة voilà يعني اللي لذنب الان كم تعرفوا باللي للمزح مدينة البنين المتحرفة تلقايب اب للم من المتحرفة كي ولا للم من المتحرفة كي دي ёلة قبلها أنا voilà نمرو سيس لابرل دو مغرب ساتة إكسپرسيون يدير لابل دو مغرب بابل دو مغرب يعني هاد العبارة اللي هي جوهرة المغرب هل تعني أنها جميلة المغرب أو مدينة المغرب بما أنه لابرل اللي هي الجوهرة تعني حاجة يعني جميلة وحتحني الجمال إذن لإكسپرسيون يدير لابل دو مغرب هاده هي اللا بان ريポانس نمرو ست نمرو ست كنجوكوا لرب suivن آ لنپارفائد دو مغرب هنا فقط أحبباتي بالنسبة لسلميد لدار ودارسة لنشرحات لنبرفائد رحين نسرفوها في لنپارفائد أما التالامد لما دارسوش لأنه حاد العام حاد الدارس رحو محدوف حاولو أنكم تسرفوه في تLuc dział الامور بالط maintained الآن نحاول نتعرف إلى الم اشترك إنه هنا مثلا فعل الإمشان عثمر في اليوم hints ratios في PHASE على فيها في06 voilà finissez de visiter cette ville tu semblais satisfait par leur service nous avons le verbe sembler le sujet tu tu semblais voilà nous voulions voir plus de sites nous voulions nous voulions les touristes finissent de visiter cette ville tu sembles satisfait par leur service nous voulons voir plus de sites voilà ce sont les plus de sites dans le présent de l'indicatif voilà nous voulions numéro 8 vous allez rencontrer un peuple accueillant chaleureux et actif ça c'est un peu c'est un peu 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 réécrit cette phrase en commençant ainsi vous allez rencontrer une population une population la différence vous allez rencontrer une population et un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu masculin et c'est un peu féminin donc nous voulons le masculin et là le féminin vous allez rencontrer une population accueillante chaleureuse et active voilà c'est un peu c'est un peu l'anser l'akhir qui est la production écrite tu encourages tes camarades à visiter une ville d'Algérie que tu apprécies beaucoup donc tu as l'asso l'aïk à la ziarte Madina et la jazair qui t'aime ou tu as l'asso complète avec l'introduction plus taze et la conclusion donc nous voulons pour l'adresse l'adresse c'est un peu la traduction ou la conclusion qui s'est pas l'adresse qui s'est demandé à vous la fin du coup et l'adresse et on a la réforme l'arbre ici l'adresse ce que j'ai donné des arguments et on a la fin de cette de l'adresse de cette de l'adresse que vous allez voir la fin d'éliminer et la fin de l'adresse qui est la fin d'éliminer يعني مشارحين ديرو أي مدينة وا تحاولو تكملو المقدمة والخاتمة تحا دابوغ سي پيزاج و سي پلاج سان دو فيريتابل أتراكشن يعني أولا منادرها طبيعية وشاواتي اوها يعني الاجنة يعني فيها متعة حقيقية ومنادر جميلة جدا انسويت سي سيت و سي ليوه هستوريك سان دي مستير آ ديكوفر ثم مواقعها واماكينوها تاريخية هي يعني اماكين غامضة للإكتش ووالا احنا يا أحباتي وش لازم عليكم تفهمو تفهمو بلي هاد لإحنا ديرو حانسوما ستوم بلي هاد لإحنا ديرو حانسوما مدينة ساحلية إدن ولاش قلنا ساحلية لأنو عندها لبلاج مشارحين تصفو داخلية أو مدينة ساحلية لازم عليكم تصفو مدينة ساحلية يعني المدن ساعنا كاملة راهي ما شاء الله عليها من الشرق إلى الغرب إلى الشمال حاولوا تختاروا مدينة وديرو لها يعني مقدمة وخاتمة كما أذكرت لكم في فيديو المقدمة لازم عليكم تذكروا فيها لتام وديرو لوا تعريف بسيط وكذلك الموقع الجغرافي بما أنو طلب منكم أنكم تذكروا مدينة في الجزائر حنت تذكروا الموقع الصحة كذلك راح يتمدوا لتالس ساعكم باللي مثلا هاد المدينة جميلة ولا أنتم يعني برسونالما راح تجوزوا فيها لفاقانس ساعكم وحجبتكم وفي الخاتمة لازم عليكم تديروا دعوة أو نداء لزيارة هاد المدينة يعني راح تكون سهلة جدا أنا راح نخلي لكم نموذج خاص بمدينة فيجايا يعني نموذج بسيط وحاولوا أنتم تديروا يعني نموذج من عندكم حاولوا تاخدوا المقدمات يعني كما تكرت لكم في المراجعة أنها تكون ستاندار يعني صالحة لكل المدن فقط حاولوا أنكم تغيروا المعلومات المقدمات وحاولوا أنكم هديم هديم جزيز هديم 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 لكم الحل مكتوب كذلك في آخر الصفحة انتمنى تكونوا استفدتم معايا خلوا لي في التعليقات يعني أي أسئلة أو أي اقتراحات أترككم في رعاة الله حبده والسلام والله عليكم